اهلا بحضراتكم من جديد المغرب قبل ساعات قليلة من انطلاق مورات اليوم عشان نطمن من خلاله على كل كبيرة وصغيرة بتتعلق بفريق النادي الاهلي يا كريم مساء الخير عليك مساء الخير عليك زميل العزيز امير هشام كل التحية لك والجمهور والشام ومطابع قناة النادي الاهلي اهلا بك يا كريم طمننا على كل ما يتعلق بالفريق قبل التحرك لملعب المباراة جمهور الاهلي كله بيسمعك وكل جمهور الاهلي عايز يطمن من خلالك يا كريم الحقيقة طبعا في البداية إن شاء الله بإذن الله تبقى حالة التفاول دي تنعكس علينا ويبدأ تسعين ديها تبدأ بداية ونهاية بإذن الله تكون في مصلحة النادي الأهلي تحضيرات كانت على قدر من وصاق أميل سواء ما كنا في القاهرة أو أيضا كمان من أول وصول يوم لنا هنا في المغرب الترتيبات كانت على أعلى مستوى يا رب إن شاء الله بإذن الله كل المجودة يكلل بالنجاح التركيز كان على أعلى مستوى يمكن نادي الأهلي أدى 48 ساعة في التدريبات على ملعب الكهرماء قبل طبعا المرانة الأساسي والرئيسي على ملعب مركب محمد الخامس كان فيه جدية كبيرة جدا وحماس كبير جدا من لعبة النادي الأهلي كل مرة بنأكد على هذا الأمر أمير لأن الحقيقة شايفين في نظر اللعبة وشايفين في وجههم مدى أهمية هذه المباراة الهدف كبير هو إسعاد كل جمهور النادي الأهلي فده بيحمل مسؤولية كبيرة جدا على كل اللاعبين والجهاز الفني لكن إن شاء الله بإذن الله مع الحالة اللي احنا شايفينها دي تترجم في التسعين دي الأولى وتتبقى التسعين دي الثانية لها حسابات كبيرة جدا فنية وإدارية وتنظيمية لكن إن شاء الله زي ما عودنا النادي الأهلي خطوة بخطوة بإذن الله إن شاء الله نعدي الخطوات دي ونبدأ إن شاء الله نفكر فيه مباراة العودان عزيزي